السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات الأصدقاء الأحباء الجران أتمنى لكم إقامة سعيدة وحياة سعيدة هنا أنا ما كنتم وحياة ثم كنتم إن شاء الله اليوم بنرجع مرة تانية لمحاضرة اسمها 18 يوم و7 دول وماذا بعد بعد انقطاع تقريبا شهر عنكم للسفر لأكتر من مكان زي ما أنا قلت يعني احنا رحنا سبع دول في قرتين وفي نفس الوقت 18 يوم إلى آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالشكر لأختنا آي أبو زينب اللي بتساعدنا في اللي هو العرض الشرائح وأنصح الشباب اللي موجودين إنهم يخشوا على الزوم لأن اليوم فيه صور كتيرة جدا وشرائح كتيرة جدا والزوم موجود على الفيسبوك وعلى تويتر اللينك بتاعه اللي هو الرابط بتاعه طيب نبدأ بقول إيه سنة 2022 بالنسبة لي كان داية جميلة جدا ودي تاني رحلة طويلة أطلع فيها مجموعة كبيرة من الشباب الرحلة الأولى كانت في شهر فبراير وربع الأخير من شهر فبراير ورحنا في لا الرحلة الأولى كانت في كينيا مع 14 شاب وشاب وكانت متسعة أيام ورحلة الثانية اللي احنا بدأناها كانت في الربع الأخير في شهر فبراير والأنا طلعت فيها مع مجموعة من الشباب من مكتب كندا زائت زرنا سبع دول دولة أفريقية اللي هي أثيوبيا و ست وخمس دول في البرقان وتركيا في الآخر طيب الرحلة دي خلت مننا كان 18 يوم نحسب بقى بالألم والمصطرة احنا بذلنا جهد أو عدنا قد ايه مسافرين في الفترة دي كلها 18 يوم يعني 432 ساعة يعني 25920 دقيقة يعني مليون وخمسمية خمسة وخمسين ألف ومتين ثانية يعني عمر لسه أنا عندي اللي هو اللون بتاع السفر على وشي وعلى قدية وقدية لسه مكرمشة من تغيرات الجو في أماكن مختلفة عدد ساعات النوم اللي احنا نمناها ما بين خمسة وست ساعات وده المتوسط اللي احنا نتكلم عنه و 18 و 19 ساعة كان العمل ما بين سفر ونقاشات وعمل الى آخره يعني يعني 20-25% من الوقت كنا بنناموا بنرتاح فيه و 75-80% كنا بنشتغل تسع رحلات طيران لندن أدي سبابا أدي سبابا أوروميا داخل أثيوبيا أوروميا أدي سبابا أدي سبابا سامرة في إقليم عفر سامرة أدي سبابا أدي سبابا أدي سبابا اسطنبول اسطنبول برشتينة برشتينة دي عاصمة كوسفو بقى من كوسفو بقى يتنقل ما بين الخمس دول اللي في المقال من العربيات ساعات ساعتين ساعات ثلاثة ساعات خمسة الى اخرة وبعدين تيرانا في الاخر في عاصمة البانيا رحنا من تيرانا لاستنبول ومن اسطنبول لبرمنجها انا مش هحسب عدل الساعات اللي احنا طبناها او الارتفاعات بس ده يعني يدل على المجود الذي بوضل في التمنتاشر يوم دول اللي احنا بدلناهم هناك واحنا بنتكلم اليوم قبل ما امشي واتكلم عن الشريح كلها اللي موجودة قدامكم اللي بيتفرق على الزوم احنا اليوم بنواجه اكبر جائحة في اوروبا بعد الحرب العالمية التانية وبعد حرب البوسنة اللي احنا شفناها من 92 الى 95 دي اكبر منها لانها المرة دي الجائحة في النزوح واللجوء اربعة مليون اربعة مليون نازح ولاجئ نازح يعني داخل اوكرانيا ولاجئ يعني خرج لبولندا ورومانيا وكذلك البقاء طيب فانا بسجع كل الشباب انهم يقفوا مع الشعب الاوكراني من ناحية الانسانية انا لا اتكلم عن سياسة ولا اتكلم عن عسكر ولا اتكلم عن امن ولا انا شيء من ده وفي نفس الوقت احنا ننظر لمسل هذه القضية بنفس العين اللي لابد ان ننظر لها بقضايا اخرى يعني اوروبا وامريكا لا تكيل بمكانين فلابد حينما نهتم بقضية اخوانا في اوكرانيا من النساء والاطفال والرجال والشيوخ الاخرية اللي هم الابرياء ننظر ايضا لقضية اليجور وقضية كشمير وقضية فلسطين وقضية قضية فلسطين وقضية اليمن وقضية سوريا كذلك بنفس المكان عشان ما يبقاش عندنا معيارين نكيل بيهم بس بذكر الناس عشان احنا لما النادي بحقوق الانسان لاخوانا في اوكرانيا بنادي ايضا بحقوق الانسان لاخوانا في الاماكن الاخرى لانا كلمت عنها ايه كانت اهداف الرحلة المرتقبة مننا دي فيه كان ست اهداف اول حاجة فيه مدير التنفيذي جديد وده جزء من برنامج يعني قيادات المستقبل مدير التنفيذي جديد شاب صغير نشيط جيد جدا ممتاز بيمسك مكتب بدخله السنوي حوالي سبعين مليون دولار في كندا فلازم كنا اسافرنا معاه عشان نعيش مع بعض ونتكلم مع بعض ونتعلم مع بعض وننقل خبرات من بعدنا لبعض ده كان هدف الاول التانية ان احنا بنتكلم عن تاريخ مؤسسة بقالها 40 سنة لها الاغاثة الانسانية الاسلامية اللي بردك كان موجود بيها التالتة المشاريع اللي احنا هنزورها سواء كانت في المية ولا في التمكين المجتمعي ولا في كل هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم عنها في الاماكن الاخرى زي في ايه في اثيوبيا او في اثيوبيا وفي دول البقاء الهدف التالت كان اللي هو نعرف حاجات ومعانات الناس اللي احنا بنسميهم اللي اصحاب الحقوق حذاري ان حدي فيجو ييجو يقوللي محتاجين او مستفدين هذا المستفيد تسمية غلط لصاحب الحق لان صاحب الحق هو اللي بيصرف على المسؤول من الاموال اللي بتجمع للعمل الانساني والعمل الخيري والعمل الاتمائي الهدف الخامس اللي هو نتعلم من مين من خبرات العاملين في الميدان كان في الميدان ده في اثيوبيا في الميدان ده في كوسفو في البانيا في الجبل الاسود في مقدونيا في سربيا كل هذه الجمعيات فيها بالنسبة لنا يعني خبرات لابد نتعلم يا ايا ممكن تقفلي كل الميكروفونات لو سمحت تقفلي كل الميكروفونات التعلم من خبرات العاملين في ادارة المكاتب المدنية الهدف السادس هو دراسة واقع الحياة والتحديات اللي بتواجه الناس سواء كان في اثيوبيا اثيوبيا طبعا تعرفين انها دولة يعني ما هياش مسلمة مية في المية لكن فيها مسلمين كتر في اماكن مختلفة لكن احنا ما بنشتغل فيها بنشتغل مع المسلمين ومع غير المسلمين دي عشان تكون فكرة العمل الإنساني لهم بيقصرش نفسه على لون ولا على فصيل ولا على توجه ولا على عرقية ولا على دين واحد ده الست أهداف اللي احنا حددناها للرحلة البرنامج خلال اثيوبيا ذات اثيوبيا يعني كان في زيارة للسفارة الكندية في اثيوبيا وكذلك ورش عمل عملنا ورشنا عمل واحدة في أوروما واحدة في عفر واجتماع مع متوعين في أماكن مختلفة وزيارة طبعا لأصحاب الحقوق اللي بوجدين هناك وبعدين الاطلاع على ماذا بعد في المستقبل بنسبة لك كان فيه مشاريع هناك في أثيوبيا لتبكين النساء في صناعة الأفران الموفرة والصديقة البيئة كان فيه مركز تكنولوجيا الشباب عملوه تعرفوا كان تكلفة المركز ده كام يا شبابي لو تسمعوا ألفين دولار ألفين دولار فقط ألفين دولار كان تكلفة المركز ده اللي اتعمل هناك للشباب عشان يكون ده فيه انترنت وفيه مطبعة وفيه كمبيوتر وفيه كل الحاجات اللي البسيطة جداً اللي بتفكرك لما جيه نحنا كنا بنتكلم على الانترنت إنه هو ناس كان بتروح تقعد في الإيه في الانترنت اللي هو النوادي الانترنت إلى آخر وفيهم كم مشاريع للغزل والنزج وصناعة المفروشات بتاعت النساء وكانت جميلة جداً 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 وفيه كم مشاريع لتسمين المواشي وبعض اللي هو فيه يعني مشاريع متدوعة منها مشاريع للشباب ومنها مشاريع للنساء ومنها مشاريع المجتمعات نحنا كنا بنشتغل ومازلنا بنشتغل فيها فده المجتمع الأثيوبي هو مجتمع أفريقي بيعاني من كل هذه المشاكل المشاكل اللي بناء المجتمعي الأساسي يختلف عن المجتمعات الأوروبية اللي احنا نتكلم فيها بعدين طبعاً ده البرنامج مكتوب بالإنجليزي أنا مش هخش فيه بالتفصيل دي ورشة العمل اللي احنا عملناها في إقليم أوروما إقليم أوروما ده في الشمال وصفرناها لحوالي بالعربية أربع ساعات وبيتنا يوم هناك وقعدنا مع أصحاب الحقوق اللي هم موجودين في الصورة في الورشة العمل دي والأضافة الجميلة بالنسبة الرحلة زي كده مش فقط نتفقد مش فقط نتفقد مش فقط نتفقد المشاريع لا نعمل ورشة العمل مع الجمعيات المحلية ونرى فيها معاناة هذه الجمعيات من التمويل والتأهيل والتدريب ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا إليهم وده كان ورشة العمل عملناها في عاصمة أوروما هناك وده أحد المشاريع المياه نقطة من نقطة توزيع المياه اللي كان بتوزع يعني على ألاف من البيوت المستفيدة وده أيضا وده أيضا ده المكتب اللي هو في مدينة اسمها شيرو 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 في أوروما في أثيوبيا طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة أصحاب الحقوق احنا وقفين جنبهم انتقلنا بعدها بيوم إلى رحنا عفر عفر ده تعتبر فيها أوطى نقطة تحت سطح البحر وأعلى درجة حضارة على الأرض يعني أعتقد هي تعتبر مية وستين متر تحت سطح البحر وهي من أكثر الأماكن الجافة وبتعاني حاليا من شيء اسمه نزوح النازحين التجرانيين من تجراي إلى عفر فأصبحت عفر مش مستقرة كما كانت مستقرة من قبل عشان الناس مش عارفين يعني إيه عفر وأصبح فيها تلتمائة ألف أو أكثر وتغير الاقتصاب بتاعها والأمن والتركبة الاجتماعية رأسنا نعاقم بعد دخول هذه الأعداد الهائلة من إقليم تجراي إلى إقليم عفر عفر طبعا إقليم من أقليم اللي غالبيتها من المسلمين بردك عملنا فيها ورشة عمل حنتكلم عنها فيما بعد طبعا الناس هناك مع الجفاف ومع العداد النازحين الكبيرة اللي موجودة اللي موجودة في عفر ومع الحاجة الشديدة ومع الحر ومعه 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 نجد إن في معاناة ظهرت بعد المواجهة اللي حصلت ما بين تجراي كمجموعة مسلحة والحكومة المركزية في أثيوبيا اللي انتهت الحمد لله بيحاولوا يعيشوا في أمان وسلام حالياً دي ورشة العمل اللي احنا عملناها وكان إضافة نوعية جيدة جداً 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 بنتكلم عنها اللي فيها حاضرة حوالي 10 أو 12 جمعية محلية ودي امرأة اسمها مليكة مليكة دي لها قصة عشان كده أنا حطت لها الصورة بتاعتها وانفردت بالكلام معنا مليكة دي امرأة أنا بس دي هذه الرسالة لكم جميعاً أو لنا جميعاً بمعناها إيه؟ معناها أني مليكة اللي وقفة معايا في الصورة دي ومعاها اللي هو مدير مكتب كندا الشاب الصغير ومعاها أحد أعضاء مكتب كندا اللي هو الدكتور رازا مليكة دي هي بريطانية أسترالية يعني كان من حقها أنها تعيش إما في بريطانيا أو في أستراليا عيشها هانئة سعيدة مستقرة إلى آخر خلاص؟ لكنها قررت أنها تلف العالم وتساعد الناس الغلابة والمسلمين زي ما كلكم عايزين تعملوا فمليكة جات لأثيوبيا من أكتب من 33 سنة وعايشة في أثيوبيا وعايشة في أثيوبيا طبعا في إقليم عفر بقى لها 33 سنة ومتجوزة واحد مسلم هناك وما غيرتش بينها زي ما هي يعني مليكة هي كما هي يعني موجودة هناك وبتساعد الناس في إقليم عفر وفتحة بيتها كملجة للأفصال الأيتام الصغار دي خاصة أنا بقولها علشان الشباب اللي هما بيقولوا وأفريقيا صعبة وباكستان صعبة وأفغانستان صعبة أنا بقول لك هي امرأة لو أنتم شفتوها عايشة في بلد زي كده وتركت أستراليا وتركت أستراليا وتركت أعوذ بالله مشانا جيم بريطانيا وعايشة هناك مرتاحة وأصبحت مرجعية يعني المعلومات اللي احنا حصلنا عليها من مليكة أنا ممكن يبعط لكم الرابط بتاع المحاضرة الورشة العمر واللخاء معها يعني تكون ممتازة لمن يريد أن يعرف عن معاناة الشعب العفاري أو أثيوبيا بعمومياتها ننتقل من قارة أفريقيا إلى قارة أوروبا ومنطقة البلقان دائما البلقان على صفيح ساخن منذ 25 سنة وأكتر من بعد حرب البصنة وتقسير العرق في البصنة وقت صاب النساء في البصنة إلى آخرين بنتكلم فيها بنتكلم على مزالة البلقان على صفيح ساخن ونتمنى أن الصفيح الساخن لا يتحول إلى نيران والعياذ بالله زرنا فيها كوسوفا وزرنا فيها مقدونيا وزرنا فيها سربيا وزرنا فيها الجبل الأسود وزرنا فيها ألبانيا في كوسوفا وألبانيا الغاسة الإسلامية لها مكاتب أما في مقدونيا وسربيا وجبل الأسود فهناك فيه شركاء محليين أعلم لكم من الكلمة دي شركاء الأسود برنامج الزيارة كان كتير جدا كان فيه ورش عمل اتعملت وكان فيه زيارة ميدانية وكان فيه زيارة لأصحاب الحقوق كان فيه زيارة إلى مشاريع إلى آخره إلى آخره إني م Trent a fam tumb move الذي ألاحظت ومن أجمل صور كان صوري أنا مع البقرة وعلي أم فينة change مع البقرة لأن إننا أيضا أنا هي حالة وليسي 때문에 ألبعك يا حمار لذلك أنا ألعب الحمار وأنا أ PETA منج poster وأحب الحمار وأحبكم من قلبي والكلمة والأمن ده برنامج الزيارة مش هاخوش فيه بالتفصيل لكن هما خمس دول زرنام في أربع لخمس أيام عشان تعرفوا كيف كنا بنتنقل من بلد البناء كانت طبعا كل الدول دي اللي هي موجودة حاليا كانت في يوم الأيام اسمها يغوزلابيا اللي كان فيها الخمس دول دول كوسفو ومقدونيا وصربيا وقبل السود والبانيا بالإضافة إلى البوسنا وهرسيغوبنا بالإضافة إلى كرواتيا بالإضافة إلى سلوفانيا بالإضافة إلى سلوفانيا يبقى دولة يغوزلابيا انقسمت لتاون ثمان دولات صغيرة ثمان دولات صغيرة الصورة دي كنا أول زرنا في مقدونيا كنا مع مقدونيا وزرنا وزرنا وزر الصحة والناس محتاجة لكل دعم صحي كل دعم صحي سواء كان عربيات إصعاف مستعملة رايش أجهزة إلى آخرة أو دكاترة يروح يدربوا الدكاترة هناك طبعا كانوا بيدربوا اللي هما الدكاترة المحليين إلى آخره إلى آخره زي ما احنا محتاجينهم في كل حتة هناك وده كان لنا شراكة مع جمعية محلية موجودة هناك وفي الصورة اللي انتو شايفينها قدامكم ده وزر الصحة اللي هو الصورة الكبيرة والصورتين الأخرتين دول كانوا مع الجمعية المحلية انتقلنا في الصورة دي لما انت أسمع الجبل الأسود ده جزء أيضا برضك فيه أقلية مسلمة موجودة هناك وزرنا فيه أحد الجمعيات وفي أحد الصور اللي انتو شايفينها فيه جبل أسود طبعا فيه ناس سبقونا من إخواننا من الجمعيات العربية والإسلامية ودي صورة جميلة لأحدى هذه الجمعيات اسمها جمعية الرحمة من الكويت اللي هي وصلت لمونتنيجرو وأقامت بعض المساجد هناك وعملت مشاريع تنموية مع الفلاحين اشترت لهم الآلات الزراعية لحرث والأراضي هناك ورمي اللي هو اللي بذور إلى آخره وهنا طبعا أحد المستفدين معه ومعه الآلة اللي هم اشتروا هاله دي ودي بتتكلف حالي 3000 يورو يعني 3000 يورو بيحل مشكلة أسرة إلى الأبد إلى الأبد لأنه بيوفر الجرار الصغير ده بالعرب بتاعته بيوفر عدد الساعات اللي كان بتتكلم عشان تقلب الأرض دي ممكن تخل لك 24 ساعة بيبتنعملها في ساعة أو ساعتين كل يوم شكرا لجمعية الرحمة في الكويت انتقلنا وأيضا نزلنا مكتب ألبانيا وزي ما نتشوفين في الصورة ده فرق العمل هناك في ألبانيا وأغلبه من النساء وهنا بنقول إن المرأة لها دور في العمل الإنساني والعمل الاجتماعي والعمل السياسي وكل الأعمال اللي بنتكلم عنها دي والحمد لله يعني الشباب هناك في ألبانيا على قدم النساق وفي كل هذه التنوعات نحن نتكلم عنها من الالتاقات اللي موجودة وتقابلنا معها هناك دي أحد الزيارات لأحد اللي هما الأيتام اللي ما كانش مسلم يعني الأسرة ما كانش مسلمة لكن مع ذلك هي مكفولة أو متساعد من قبل المؤسسة للإغاثة الإسلامية ودي زيارة منزلية للأطفال والأسرة هناك ودي زيارة مع التفلتين وأمهم وجدتهم أو أمهم وخالتهم وده أسرة أخرى أرمالة تانية الأرمالة دي يعني القصة بتاعتها إنها جزها مات فترك لها حماتها وترك لها أخوه القعيد أجوه في الصورة معايا وترك لها طفلين أو ترك أطفالها بس مش فكرة عاد الأطفال فأصبحت المرأة دي اللي هنتكلم عنها هي عندها لحمتها واخوه جزها اللي مات وهي أرمالة وأولادها هي بتعولهم فالإغاثة أعطتها البيت اللي احنا عارفين ده البيت الزجاجي عمتها البيت الزجاجي وهو دايما نشوفوا في الصورة التانية الأخوه جزها قاعد على الأرض يعني قعيد ودي الست اللي أنا متصور معاها دي قلت لولادي دي شكل جدتكو ومحسن الله يرحمها لأن جدتي أنا محسن كانت بسم الله ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ودي الست دي شكلها بالضبط ودي أسرة يعني بتتكون المعيلة أو العائلة هي الأرمالة اللي بتعيل حمتها وبتعيل أخوه جزها وبتعيل كذلك أخوه جزها المعاق وبتعيل أولادها كذلك يعني ده أحد المساجد وليه قصة كبيرة جدا في مدينة اسمها شكودرة في شمال ألبانيا والمسجد ده مش على هضبة ده تحت يعني على الأرض من تحت يعني في منطقة يعني منخفضة وده الحمد لله ربنا نجام من كل الحروب ليه لأنه كان كل ما تيجي التروج وتيجي الأمطار بتغطي المنطقة دي كلها فالمعتدين يعني ضمار المساجد ما بياخدوش بالهم ايه من المسجد ده موجود فترك المسجد المبنى على الطريقة العثمانية اللي هو أمامكم موجود في الصورة هكذا دي أكبر بحيرة موجودة من أكبر بحيرات الموجودة في أوروبا اسمها بحيرة أهريد دي ما بين مقدونيا وما بين ألبانيا طولها أكثر من 350 كم وبتربط البلدين وهي منطقة جميلة جدا سياحية وانا هو شايفين الجبال وراها إلى آخره وكننا احنا متجهين دي في ألبانيا يعني موجودة في واحنا جايبين من مقدونيا إلى ألبانيا طبعا احنا هنا قصة جدا مع بوغاديس اللي في سنة 1992 لما زرت وده موجود الفيديو عندكم على على اليوتيوب وعلى الفيسبوك في سنة 1992 في أغسطس كنا بنلف بعربية عشان نشوف الأماكن والمدن كلها في ألبانيا من من فلورا في أقصى الجنوب إلى بيشكوبيا في أقصى الشمال بعربية ومنطقة نخش فيها ندار عن المسجد عشان نقعد فيه وبعدين ندار عن المكان إما نبايت في المسجد أو ندار لأن أي مكان نبايت فيه فندق كده نجمة أو النص نجمة أو النجمتين إلى آخر وده كان موجود في الوقت ده فلما رحنا بوغاديس طرعنا على الجبل لأنه في زاوية مقفولة فانزلنا فتجلي الراجل صاحب الزاوية اللي هو الحارس ورانا عشان لنا أنتوا عايزين إيه وأننا عايزين المسجد اللي أنا عشان نصلي فانتعالوا معنا فروحنا للمسجد اللي رحنا للمفتي لأن المفتي قعد في البيت راجل كان كبير في السن وكان ساعتها في سنة 1870 انتهى نظام أنور خوجة اللي هو كان مسلم شيوعي واللي كان دمر كل المساجد وحولها إلى استابلات فقصة المسجد في بوغاديس اللي موجود عندي على الفيسبوك أو على يوتيوب ممكن تشوفوه أنه هو حوله لمسرح في أوبرا حد المسجد القديم حده خالص فلما دخلنا لأنها بناية بسم الله ما شاء الله خرصانية عالية لأوبرا فكان أوبرا ومسرح وكذا وقورة فو إلى آخر فالمفتي حاب يرجعه مرة تانية إلى يبقى مسجد فاحنا وعدنا خير في الوقت في سنة 1992 ورحقد كل التصريحات عشان يسترجع المسجد مرة أخرى اللي حولوا أنور خوجة من مسجد إلى دار الأوبرا ومسرح إلى آخر فبفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح هذا المسجد مرة أخرى في أغسطس عام 1998 في مدينة بوغراديس وأعتبر ثالث أكبر مسجد موجود في ألبانيا إلى الآن دول بقى روحنا برشتينا اللي هي عاصمة كوسفو أيضا ودول الشباب زال الأمامير الأمامير دول من أبنائنا اللي هم الآيتام ودي مدرسة يومية ساعتين بنعلمهم اللي هي اللغات الإنجليزية أو الحساب أو التكنولوجيا إلى آخر أيضا في برشتينا وطبعا بناجد هنا أيضا أن الجنس الغالب عينا هو الجنس النساء اللي هو بيحاول ياخد دوره في هذه البلاد ودي دور قوي جدا 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 في الصورة دي معايا عن الشمال في بنتين المحجبات دول دول جايين من فرنسا حبوا يتعلموا فواعدوا يبحثوا عن كيف يروحوا يعملوا تدريب لمدة شهر أو شهرين فلاقوا الإغاثة هناك فراحوا اتفقوا معاهم وجم فهم بنتين أصولهم توانسا وجايين من فرنسا علشان ياخدوا خبرة في كوسفو من الأغاثة الأسلامية ده طبعا مكتب كوسفو مع العاملين هناك دي زيارتنا الأخيرة كانت برشيفو برشيفو دي في صرب على الحدود موجودة هناك وبعد ما وقفونا على الحدود ثلاث ساعات ثلاث ساعات حتى بعد ما ختم البصبرات رجعوا تاني يتكلموا كل شوية راح ينجل وكان الدنيا تلج وكانش في مكان نخش في الحمامات فتبه دلنا الحمد لله لكن دخلنا بالتالي ودي جلسة تعتبر جلسة بعد مراثون في الوقوف على الحدود ومراثون في الانتقال ما بين جمهورية الجمهورية اللي وصلنا لبرشيفو اللي موجودة في موجودة في اسربيا خلصنا البلقان خلصنا البلقان وانتقلنا الى تركيا تركيا كان فيه ورشة عمل عملناها مع الوكالة اليمنية الدولية للتنمية وكذلك زي ما انتم شايفين في الصور وحضرت انا فيها مع الاستاذ دكتور سيد زناري والاستاذ الدكتور طاري عبدالعليم وطاري عفيفي وكان ورشة ناجحة جدا وبردك اللي عايز شوف اللي هو الفيديوهات موجودة على اليوتيوب وموجودة على الفيسبوك ودول طبعا والحمد لله في الورشة دي وجدت انهم استطاعوا يجذبوا بعض الاخوات كان فيه 8 اخوات يعتبر نصر كبير جدا بالنسبة للتوجه بتاع هذه الجمعيات طبعا دي كانت الجمعية العامية للإغاثة الاسلامية كان موجود في تركيا لمدة شمين وده بعض زملاء وده زيارة لمسجد الفاتح وزيارة لرئيس الهلال الأحمر التركي اللي هو أول هلال أحمر وأسسة من قضرابة 150 سنة يعني بعدين الهلال الأحمر العراقي والهلال الأحمر المصري الدكتور كرم كينيك والأخيها دي زيارتنا لمسجد آيا صوفيا في اسطنبول وندخل مع الشباب في الرسالة خلاص الرحلة خلصت ونتكلم بقى مع بعض تعالوا نشوف هنتكلم ونقول إيه في الرسالة بتاعتنا إن الناظر على الأحداث الجسام لتواجه العالم اليوم لن يستطيع أن يدرك خطورة ما تقوم به أو ما يسمح به المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية وذلك بمباركة الدول العظمة والشركات العملاقة المتعددة للجنسيات والعبير القرار في مشاكل حصلة في العالم والناس سكت عنها سكت عنها يعني سكت عنها إحنا بنسميش بلد وبنسميش رئيس علشان ما يصنفناش ومع ذلك إحنا مش عقبنه إنها حقا تجعل الحليم حيران وتدعى الغلام بين الكهول والشيبان أصبح شعب وتسقط الجنين من رحم أمه صارخا والهان وترى فيه الناس سكارة وما هم بسكارة بل كلهم بتائهن ضمآن شارد ومكسلان مقعد وممرضان ده الحال العالم اللي هم عايزين يوصلوا عليه وحذاري يا شباب أن تيأسوا أو تحبطوا أو يحبطكم أحد حذاري 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 فكنا في ممضى نتحدث عن المعاناة لتعين منها شعوب كوكب جنوب الكوكب الهالك العريان الجنوبيين دون هالك يعني ما لهمش رقم على الوجود فأصبحنا اليوم نواسي جيرانا من أبناء الشمال الأوروبي المسيحي الآمن المستقر في مجتمعات لا تزلزلها العواصف السونامية والجماعات الإرهابية ولا الثقافات العربية الإسلامية المتخلفة موجود في أوكرانيا لكن علينا دور إنساني نساعد الناس أما الدور الآخر فأن يستغتبوكم لكي تذهبوا هناك لعمال غير إنسانية فارفضوا ثم رفضوا ثم رفضوا لماذا؟ لكي نتعلم مما حدث في أفغانستان من قبل حين فتعت الحكومات أبوابها للشباب فذهبوا لأفغانستان ولما رقعوا من أفغانستان ودعوا في السجون والطهموا بالإرهاب حذاري أن تقعوا في هذه المسيضة مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى إن أردتم أن تساعدوا ساعدوا إنسانيا مع الجمعيات التي تعمل هناك والحمد لله أنا أبشركم في خمس جمعيات أنا أعرفها من بريطانيا أو ستة واحدة من البحرين جالي خبرها أمس اللي هي الهيئة الملكية اللي في البحرين في المنامة نتبرعت أو عملت حملة لأوكرانيا وفي خمسة من بريطانيا اللي هي مسلم هانز الأيادي المسلمة هيمان أبيل هيمان رجليف فاونديشن أكشن فور هيمانيتي الخير فاونديشن خمسة من عندنا من مؤسساتنا اللي موجودة في المنتدى الخيري الإسلامي شغلين هناك على الأرض وداخل المكان اللي هناك فضل سبحانه وإن كنت أتمنى نكون أكثر من كده إننا في الاستجابة لهيئتي وزلزال هيئتي كان فيه 22 جمعية مسلمة بريطانية شغلة هناك على العموم لا تزلزلها عواصف السونمية والجامعات الإرهابية ولا الثخبات العربية الأسلامية زي ما يتهمونا بل وعا النقيد تماما قد زلزلت أركان مجتمعاتها أياد بيضاء من ذات المذهبية المسيحية من جران القارة العجوز الأوروبية ديشتر رسالة لكم حتى أن العديد من المسؤولين في هذه القارة الأمر الأوروبية بدأوا في المناداء في الحفاظ العزديمقراطية بتشجيع السواعد الأجنبية رسلت كانوا يتلقون عليه بالأمس إرهابية أنا بقول لكم لا تذهبوا إلا لعمل إنساني فقط إلا لعمل إنساني فقط وتعلموا مما حدث في الشباب اللي نذهبوا لأفرنستان منذ أكثر من 40 سنة لا تثقوا في تصريحات السياسية هذا أتحدث بها أمام الله سبحانه وتعالى وألقى بها الله سبحانه وتعالى فلقد خلع قادة كوكبنا ألبست القيم الأخلاقية الثقافات المجتمعية حضرات الإنسانية مرجعات الدينية والرؤى المستقبلية البشرية تنعم بالسلام والحرية وارتدوا لباسا أو ألبسها لن نععد لباسا لن نعرف صانعه ولا نميز لونه ولا ندرج غزله أو مصمم زيه أو حازم سرواله أو مرقع أوصاله أو مبرزا لمفاتن حسنائه أو حسنواته أو مظهرا لعورات شقرائه وحورائه وزعمائه ألبسها مش عارفين هي جات منين مش عارفين هي جات منين أصبحنا يا شباب نعيش داخل هذه المنظومة العجيبة الغريبة اليوم فلن نعود نفهم معاني كلمات كثيرة حقول لكم بعض الكلمات اللي أنا مش فهمين هي فين دلوقتي لم نعد نفهم معاني هذه الكلمات الحرية النضال المساواة الإخاء الكرامة الإنسانية العدال الاجتماعية العدل الديمقراطية الجهاد الشهادة الحقوق المناصرة التضحية الإثار وغير ذلك كلمات 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 مما تغنى بها الشعراء واستشهب بها الزعماء وبكى على حرفيها السادة الغير نجباء والمنافقين من الإعلاميين والعلماء وأسوأ شخصية لا أحترمها هي العالم المنافق ثم من بعده الإعلامي الكذاب المنافق استعرضنا كل هذه الأشياء طب هنعمل هي بقى ماذا علينا أن نفعل الآن داخل هذا الأتون الحارق لكل القيم والأخلاق كلنا بمكالين مكال اللاجئ والنازح الأبيض والنازح واللاجئ الأسود تواجهنا خمسة تحديات في العقالة أنا بتكلم فيها هذه الوقت أول تحدي هي أزمة النازحين واللاجئين الأوكرانيين لتعدى أعدادهم أربعة مليون ليس أثنين مليون فقط أربعة مليون أثنين مليون نازح داخل أوكرانيا واثنين مليون في الدول المجاورة اللي هي بولندا ورومانيا والماجر وغيرهم وهنا بقى والتعامل مع هذه القضية بمعيار يختلف تماما على المعارض التعامل بها هذه الدول العظمة والمؤسسات الدولية الكبرى مع مثلهم من النازحين في اليمن النازحين اللي جئين من أفغانستان وسوريا والسودان وليبيا والصومال وفلسطين وكل هذه الدول كل هذه الدول كل هذه الدول القضية التانية قضية الفقر والمرض الموجود في أثيوبيا رجالة المسلحة اللي كانت ما بين الحكومة الأثيوبية والحكومة والإقليم تجراي القضية التالتة قضية البلقان وما ما زالت بقول القضية البلقانية على صفيح ساخن أتمنى أنه ما يولعش يا رب يا رب ما يولع يا رب يا رب يا رب قضية الرابعة التدريب والتأهيل لمؤسسات المجتمع المدني زي ما احنا عملنا ورش عمل اتنين في أثيوبيا واحدة في تركيا قضية الخامسة بيانتنا يعقيا ذات المستقبل لذلك مدير مكتب الإغاثة في في كندا أصر أنه يعيش معايا داخل غرفة النوم بتاعتي في القتلات قال خلاص ناخد سريرين ونقعد مع بعض عشان نتكلم فكنا بعض الفقر نتكلم وبالليل نتكلم وعلى الغد نتكلم وعلى عشان نتكلم عشان الخبرات تنتقل من جيل إلى جيل آخر أيها الشباب هنا بقى الرسالة وأرجو أرجو أنكم تستمعوا إليها بإمعان كيف ستتعاملون مع هذه المشاكل المجتمعية المعقدة ومع غيرها مما سوف تطرق عليكم فجاءة فيش مشكلة بيكتروا كده بيعدوكم لها فجاءة هتطلع ولم تطلعوا على كيفية التعامل معها يعني الناس في المجتمع المسلم في أوروبا حتى في الخليج حتى في الدول العربية مختلفين نجمع فلوس للأوكرانيين ولا فلوس للأفغانستانيين وهكذا أنت تجمع فلوس للمحتاج أو في أموالهم حق معروف معلوم تسأل معروف هنا في كل كبد الرسم الصدقة وتعامل التعامل على حبه مسكينا وياتيما 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 ورسول ربنا سبحانه مجتمعية مجتمعية جذورها محلية وأبعادها دولية أول كيف بقى الشباب بيقول لك كيف طب إزاي أنا أعب بديش بقى لي مدة دلوقت طب إزاي إزاي أول حاجة قضية الإيمان بتاعنا لابد يكون عندنا إيمان إيمان بإيه بالمعتقداتنا بعوطاننا باللغة بتاعتنا بالتاريخ بالقيم بالثقافة بالأخلاقيات بالفلسفيات الفكرية بتاعتنا احنا ويكون عندنا رؤية استراتيجية مستقبلية ويكون عندنا هوية ثقافية فكرية قيامية قيمة على القيم اللي بتحدد أركام معالم شخصية دي أول حاجة الإيمان أول حاجة الإيمان لا يتزعزع وأنا كلمت فيه عن كذا محور العقيدة والوطن واللغة والتاريخ والقيم والثقافة والأخلاق والفلسفة الفكرية والرؤية الاستراتيجية والهوية الثقافية تؤمن بهذه الأشياء شزار أنت هتعامل مع مجتمعات لأن تكون أنت عندك المادة الصلبة التي تستطيع أن تقف عليه على أرضها دي نمرة واحد قضية تانية تجربة لا بد نكون عندنا نخود التجربة ونكتسب الخبرات قضية تجربة وكتسب الخبرات من الأجيال والشخصيات اللي لدينا قبلوا بلاء حسن في إحداث التغيرات المجتمعية المنشودة في مجتمعاته دي قضية تانية بالنسبة لك يا شباب عشان نوصل للعالم معين قضية التالتة التفسير الأزلي لكلمة اقرأ ربنا كان أكيد ربنا يعلم علم اليقين أن الرسول على صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب لكن كان أول كلمة أوحيت أو نزلت عن الرسول على صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ اقرأ هنا معناها المعرفة طلب العلم الدائم وطلب المعرفات المختلفة دي كلمة اقرأ اقرأ مش اقرأ ويكتب لا أبدا 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 قضية الرابعة أو الخمسة قضية الرابعة تمكين المجتمع تمكين المجتمع للأفراد والمجتمعات المختلفة التي نعمل فيها مع مين مع النساء مع النساء والشباب وأبناء الأقليات العرقية الأخرى لابد نمكنهم والتمكين لا سمعناه انتاج نسخة كربونية مشابهة لنا أبدا 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 تمكين لا سمعناه انتاج نسخة كربونية مشابهة لنا بل انتاج قيادات مجتمعية بنكهات محلية هويات وطنية ثقافات تاريخية قيمية داخل أطورها الشرعية أقولها مرة تانية التمكين لا سمعناه انتاج نسخة كربونية مشابهة لنا بل انتاج قيادات مجتمعية بنكهات محلية وهويات وطنية وثقافات تاريخية قيمية داخل أطورها الشرعية قضية التمكين لاست استراد منتج أوعى حد يقولك المنتج ده اشتغل به وبنت ممكن أبدا قضية التمكين لاست معناها استراد منتجات خارجية بل صناعة منتجات محلية بأياد وطنية معايا يا شباب صناعة تمكين معناها ليس استراد منتجات خارجية بل صناعة منتجات محلية بأياد وطنية قضية فهم معنى الإنسانية يعني إيه إنسانية الإنسانية معنا شامل يودي النقطة السادسة الإنسانية معنا شامل تشمل الحياة بكافة مكوناتها من مخلقات حية جماد مناخ بحار أنهار ينبيع عيون سماوات نجوم كواكب أقمار شموس ملائكة وجان كله كله أنت مسؤول عنه أيها الإنسان تسع إنسانيتك هذا الكوكب ومن في داخلها الكوكب الإنسانية لاست عرقية أو قبلية أو حزبية أو مذهبية أو سياسية أو عنصرية أبداً تشمل كل هذا إن واجهنا كل هذه القضايا نستطيع أن نحل مشاكلنا كلها قضية السبعة تقريباً هي صناعة الفلسفة كيف نصنع فلسفة صناعة الفلسفات سياغة الثقافات كتابة التاريخ لابد أن نعيد كتابة التاريخ ونكتب التاريخ الذي نصنعناه لكي يكون هو مستقبل الأمم فيها بعد صناعة الفلسفات سياغة الثقافات كتابة تاريخ وعي رفع الوعي نشر الرسالة والرسالات تأثير القوانين تحديد الرؤى المستقبلية لساكن الأكوان واستقراء التغيرات الفلاكية لكافة الأكوان علم ومعرفة واستنباط واستقراء واستدلال وإنتاج فلسفة ثقافة تاريخ قيم وعي رسالة قانون رؤى مستقبلية لكل من حولنا من سكان هذه الأكوان قضية السابعة أو الثامنة هي قضية الثقة إن الإنسان يثق في نفسه يثق في ربه يثق في وطنه يثق في مجتمعه ويثق في أنه في يوم الآن ستكون قائد أو تكون قائدة لهذا المجتمع أو لهذه الدولة أو لهذا الكوكب الأرضي قضية الثقة في أن تصير قادة العالم الثقة في المستقبل وتعاقب الأجيال الثقة ولا الثقة لا تبنى إلا على قاعدة صلبة من الإيمان والعلم والمعرفة والخبرة الخبرة بإيه؟ بما أتت به الأيام القاعدة الصلبة للثقة هي الإيمان والعلم والمعرفة والخبرة الإيمان والعلم والمعرفة والخبرة معايا يا شباب عشان تستطيعوا أن تتوجهوا مثل هذه المشاكل لتأتيكم فجاءة القضية التامنة أو التاثاق قضية البناء المجتمعي لن نستطيع أن نعيش إلا أن نبني مجتمعا نعيش فيه وعيش فيه معنا الآخرين لذلك دنا يأمرنا بالبناء والتغيير المجتمع المنشود ومواكبة الحياة واستسابق مع أحداث الحياة حتى نسبقها فتأتينا فنغير ما صارها مرة أخر قضية البناء المجتمعي الذي قاعدته الحتمية والصلبة غزل ونسج غزل ونسج الأنسجة المجتمعية بآليات وماكنيات مؤسسات المجتمع المدني المحلية والممكنة المجتمعية لن نستطيع أن نغزل نسيج مجتمع ما إلا بمؤسسات مجتمع مدني محلية ممكنة مؤسسات مجتمع ودي هي الفريدة السابعة الغائبة عن كثير من الشعوب والتي يحاربها كثير من الحكومات لكي لا تمكن الشعوب من بناء مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن حقوق الإنسان ودافع عن حقومة الوطن ودافع عن حقوق الإنسانية جماعة قليل التواصل والتشبيك وبناء الشراكات دي كلها قضايا علشان نستطيع أننا نكون للسناميات اللي عجلنا من الشر أو من الشمال أو من الجنوب أو من الغرب نستطيع أن نواجهها قليل التواصل والتشبيك وبناء الشراكات وهي قضية محورية لاستمرار مسيرات التنميات ليست تنمية واحدة التنميات ليست تنمية واحدة المؤسسية للمؤسسات المجتمعية نحن مصرون على بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية فاعلة ومفاعلة لأنها هي الركيزة التي تستطيع أن يقب على المجتمع ويقف على التاريخ والمستقبل في نفس الوقت قضية الأخيرة وهي قضية خطيرة جدا أن أغلب جمعياتنا لا تؤمن بها ومصيبطها الست في عمري قالت ومعتصمات ومعتصمان بقول لكم الوقت هنا في برمينجهام ومصيبطها ليه ومصيبطها لأننا لا نؤمن لبحث ولا بتدريب ولا بتأهيل وكلما ذهبنا إلى جمعية أو مؤسسة مانحة عربية أو إسلامية أعرضوا عنا هم فقط يؤمنون بكيف يجففوا جراح الموت والأيتام لكن أن نبني فكر أن نصنع ثقافة أن نبني مسيرة تأهيل وتدريب أن نصنع مجتمع أن نمكن جمعيات لا قضيةنا الأخيرة قضية البحث والدراسات التدريب والتأهيل التواصل والتكامل ملء الفراغات الميدانية في أعمال كل مجتمع في شيء ناقص أنت عليك أن تملأ الفراغ بمنتج مجتمعي لا أن تكرر ما قام به الآخرين في المجتمعات المجتمعية التتابع القيادة وده خطير جدا التتابع القيادة يعني ما بقاش الأستاذ والشيخ والحج والحجة والشيخة بدل حياة لا التتابع أنا ليا فطرة زمنية في إدارة الجمعية أتركها وعلم جيل وأنا موجود في الجمعية عشان الجيل ده يكمل من بعدي احنا النهاردة بنحتفل أو كم من يومين تلاتة بالشاب الخامس اللي حصل على نفس الوسام اللي أنا حصلت عليه حسنا 2004 اللي هو وسام الملكة أنا حصلتها 2004 من خمسة من هذه المؤسسة المباركة بعضين بعضية كان شاب اسمه وسيم يعقوب وبعضين كان شاب اسمه جانجير مالك بين كان شاب اسمه صالح سعيد وكان شاب الأخير اللي هو أول أمس اسمه فاجعي ثاني أنا البنة سيم يعقوب جانجير مالك صالح سعيد كل هؤلاء الناس خرجوا من مسيرة كلهم جاءوا وهم في العشرينيات من عمرهم أصبحوا رؤساء لمؤسسات كبرى ويعملوا في مؤسسات دولية ليه لأنه كان فيه تتابع قيادي ما كانش فيه جمود ما بنخللش ما بنعملش ترشي ما يشترشي ما نشترشي ما نشترش في نفس الوقت قضية البحوث والدراسات والتدريب والتأهيل والتواصل والتكامل من الفراغات الميدانية بمنتجات المجتمعية تتابع القيادي للقيادات الكارزمية وعدم حتة دي مهمة جدا يا عبد الناصر يا تعتاع وحشني يا عبد الناصر وحشني يا حاتم يا كورد كلها مرفحة تراقيك فيه خضية عدم التوقف عند إيه عند أسطح الإدراكات المجتمعية يعني المجتمع إدراكه 70% أنا أتعدى هذا الإدراك المجتمع كي أرفع المجتمع من 70% إلى 80% أو 90% عدم التوقف عند أسطح الإدراكات المجتمعية بل تعديها لماذا؟ لرسم مفهوم سياسات المعايير المستقبلية إحنا مش قاعدين تراتير ولا تربيش إحنا قاعدين لكي نؤثر للمستقبل ونحاول نوجه الحاضر المستقبل ونحاول نراجع التاريخ في نفس الوقت صباح الخير يا أستراليا أخونا سمير بن قادي السلام عليكم يا سمير يعني مش عارف عندك الساعة كام دلوقتي ربنا يكون في عونك إنك لسه صاح يبقى إيه التتابع القيادي للقيادات الكاريزمية وعدم التوقف عند أسطح الإدراكات المجتمعية بل تعديها لرسل نفهوم سياسات المعايير المستقبلية لابد أن نضع معايير لسياسات المستقبلية ولن نتخلى عن هذا أبدا ليه يا شباب لأن أنتو كلكم أصحاب رسالة أصحاب قيم أصحاب رؤى أصحاب 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 يعني أحلام عايزين تحققوها مش من أجلكم من أجل إسعاد البشرين كلها طب الفقر في أستراليا دلوقتي يا أخي جداكم الله خير دعينا بقى أفصالة الفقر يا أستاذ سمير فأعظم ما في المجتمعات أمرين أفصالة الفقر يا أخ سمير أمر هيكلي بنائي نظامي وأمر حركي هيكلي بنائي نظامي وأمر حركي أما الهيكلي البنائي النظامي فيكن تابعا يا شباب لهذه المنظومة النظامية التي لم ولا ولن تتوقف لم ولا ولن تتوقف لأنها تلقائية ثابتة مكتفية ذاتيا تعرفوا ليه لأنها ربانية وضع قانونها الله سبحانه وتعالى الأمر الهيكلي البناء النظامي يكون تابعا لهذه المنظومة النظامية التي لم ولا ولن تتوقف وخصائصها التلقائية الثبات الاكتفاء الذاتي ما نسميها بالانجليز Spontaneous Stable Self-Sustainable أما الأمر الحركي اللي هو موازي الأمر البنائي اللي هيكلي النظامي فهو حركة تغيير تطوير نمو موفينج تغيير تطوير 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 نمو يعني النظام وضع رباني سبحانه وتعالى فهو تلقائي لأننا نتحكم فيه لأن الوضع سبحانه وتعالى أما نحن فنستطيع نصنع الحركة والتغيير والتطور والنمو فإن سمعوا بقى دي فالنظام هو رباني ثابت لا يتغير والحركة دائما دائما وفق هذا النظام الرباني فإن تخلفنا عن هذه الحركة فأتنا ركب الأمم الأخرى التي صارت وفق النظام الكوني الرباني وأصبحنا نعنه أصبحنا نحن في عداد الأمم المتخلفة فالنظام نظام رباني ثابت ولا يتغير والحركة دائما دائما يا شباب وفق هذا النظام الرباني فإن تخلفنا عنها فأتنى ركب الأمم الأخرى التي صارت وفق النظام الكوني الرباني وأصبحنا نحن في عداد الأمم المتخلفة هذا هو النظام والحركة نظام وضع المولى سبحانه وتعالى وحركة نفعلها نحن داخل المجتمعات لكي تنموا بنا المجتمعات وتتقدم بنا المجتمعات وتزاهر بنا المجتمعات وتعلوا بنا بعد فضل الله سبحانه وتعالى الشأن المجتمعات فعلينا يا شباب أن ندرك دخامة الدور المكلفين بالقيام به وعدم المسؤولية الملقاة على عاتقنا خاصة مع وجود كل هذه التحديات العضال للتواجه الإنسانية التي أفسد مسيرتها الإنسان الذي أصبح الإنسان فيها دائماً المشرع والقادي والمحامي والشاهد والمجرم في نفس الوقت الإنسان في مسيرتنا هذه هو المشرع والقادي والمحامي والشاهد والمجرم أما إن اتبعنا يا شباب نظرية الخلائقية وذلك كلمت عنها منذ أكثر من 16 سنة فلن نسمح فيها الإنسان أن يفسدها مرة أخرى لماذا؟ لأن المشرع سيسمح الخالق سبحانه وتعالى وليس الإنسان لأن المشرع سيسمح الخالق سبحانه وتعالى وليس الإنسان وسوف يصبح الإنسان فيها هو القادي وفق قوانين المشرع وليس حسب هواه هو الشاهد هو المحامي وهو المجرم يبقى في الخلائقية المشرع هو الله سبحانه وتعالى المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان وسوف يصبح الإنسان فيها هو القادي وفق قوانين المشرع وليس حسب هواه وهو الشاهد والمحامي والمجرم وهذا هو بيت القصيد إن أردنا أن نصلح هذا الكون فإن أردنا الإصلاح الإصلاح فعلينا الذهاب إلى الإصلاحية والإصلاحية هنا هي بيت القصيد هذا ما أريد أن أوصله إليكم أيها الشباب وأنا أشكركم جميعا على حسن استماعكم لي وأن كنت توقتلت عليكم الكلام في تقريبا 55 وصبر جميل والله المستعان ما تصفون وحذاري في الآخر أن تنجرفوا وراء دعوة السياسيين أن تزأبوا لتعملوا أعمال غير إنسانية في أوكرانيا استفيدوا مما حدث لمن استمعوا لهذه الآراء من السياسيين في السبعينيات والثمانيات ولما رجعوا من أفغانستان ودعوا في السجون وصنفوا إرهابيين أو إرهابيون حذاري ثم حذاري ثم حذاري ساعدوا إخواننا في أوكرانيا كما ساعدوا إخواننا في كل مكان ساعدوا المسلمين أو مسحيين ولكن في ثوب الإنسانية والعمل الإنساني فقط 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 ولا تنخدعوا بالإعلام الكاذب أو السياسيين أو السياسيين المهترئين الذين لن يبكوا عليكم حينما ترجعوا مننا تنقلب السياسة رأسا على عقب فيما بعد جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا